السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم أسعد الله أوقاتكم أبنائي وبناتي بكل خير كيف حالكم أتمنى أن تكونوا بأتم صحة وعافية بإذن الله معكم معلمتكم منال صالح الغريب معلمة للمرحلة المتوسطة لطلابي وطالباتي الرائعين والرائعات في الصف الثالث متوسط بداية أرحب بكم أبنائي وبناتي معنا في درسنا عن أناصر من الطبيعة ضباعة فلي نسترجع معا قواعد التعلم عبر قنوات عين التعليمية التي علينا أن نتزم بها أولا علي أن أختار مكان مناسب للتعلم أنا الآن أريد أن أتعلم وأكتسب مهارة جديدة إذن علي أن أختار مكان مهيئا للتعلم يكون مناسبا وأستطيع في أن أكون بكامل تركيزي تكون لدي معرفة مسبقة بجدولي وأوقاتي التعلم المباشر سواء على منصة مدرستي أو على قنوات عين التعليمية لماذا حتى أكون بكامل استعدادي ومطلعا على المادة التي سوف أحضرها وأجهز أدواتي المدرسية الكتاب والألوان مثلا في مادة الفنية وكراسة الرسم كذلك أستمع إلى درسي بتركيز إذن أستمع لما يقوله المعلم أو المعلمة حتى أستطيع تطبيق الخطوات مباشرة خطوة تالية أتابع الدرس حتى انتهاء الوقت المخصصي لا أخيرا أبنائي وبناتي ماذا علينا؟ علينا أن نرسل رسالة إلى أولياء أموركم نطلب منهم التواجد أثناء فترة البت للتوجيه والإرشاد كما نطلب منهم دعمهم ومساندتهم لكم أنوان درسي هو عناصر من الطبيعة إذن عناصر هناك أشياء موجودة في الطبيعة من حولنا نستوحي منها ماذا؟ طباعة الفلين يعني ننقل أشياء موجودة من الطبيعة عن طريق الفلين ونقوم بالطباعة هدف العام من هذا الدرس أبنائي وبناتي هو أن يتعرف الطالب والطالبة على تقنيات استخدام شرائح الفلين في الطباعة طبعا إذا تمكنتم من هذه المهارة يمكنكم بعد ذلك طورونها طورون مهاراتكم في الطباعة بالفلين ثم يمكنكم من خلالها مثلا الطباعة على ملابس الملابس طباعة الحقائب وطباعة على الأكياس الكرتونية وتصبح لديكم حرفة جميلة من اهتماماتكم هداف التدريسية أولا أن يذكر الطالب والطالبة الفرق بين الرسم والطباعة يعني ماذا يختلف بينهم؟ ما المختلف بين الأثنان؟ أن يرسم الطالب والطالبة التصميم من خلال تحديد الشكل والخلفية ثلاثا أن يستخدم الطالب والطالبة الرول لتوزيع ألوان الطباعة على الفلين بعد ذلك أن يطبع الطالب والطالبة الطباعة على أوراق مختلفة نعلم أن الطباعة هي نوع من الفنون يطبق بشكل آلي ينسخ نموذج من نموذج يعني يا أما تكون الطباعة هذه على جزء بارس أو على جزء مثلا غائر أو تكون الطباعة على سطح مستوي إذن هذه أنواع الممكن الطباعة اللي ممكن نطبقها وننفذها أبنائي وبناتي رح نطبق اليوم عملي بخطوات رح نحتاج فلين رح نحتاج كرتون رح نحتاج أنواع أي نوع الكرتون أو الفلين أو الفلين الصناعي متوفر رديكم نبدأ بتحضيره غير ألوان كذلك أبنائي وبناتي سنحتاج صحن الألوان وكراسة بيضاء للرسم ورول ولابد من وجود كذلك ألوان معنا لاحظوا هنا صور من الطبيعة رح نكون صور من الطبيعة في الطباعة كيف ذلك؟ يعني أنا الآن اليوم رح أستخدم كرتون كما تشاهدون إذن استخدم كرتون ممكن لاحظوا هنا في الرسمة الموجودة في كتابنا المدرسي هو رسم هنا نموذج من الطبيعة ماذا يوحي لكم هذا النموذج الظاهر معكم؟ أحسنتم شكل قط إذن هذا القط هو موجود في الطبيعة صحيح؟ نعم إذن هذا القط موجود في الطبيعة يمكنني مثلا أن أرسم أي شيء آخر من الطبيعة مثلا طائر باستخدام ماذا؟ أنه باستخدام ممكن في البداية قد نستخدم قلم الرصاص مثلا ونبدأ برسم على الحدود الفلين كما تشاهدون هنا رسم لنا ماذا؟ على الفلين على قالب الفلين ونشاهد أنه رسم لنا على قالب الفلين قطة ممكن نرسم نحن كما تحدثنا طائر ونستخدمه في الرسم من خلال ماذا أبنائي وبناتي من خلال مثلا في البداية ننقل نموذج الرسم نرسم أي شيء قريب لنا طائر قط أي شيء ممكن نرسم في البداية رح أرسم لكم ممكن نرسم طائر إذن نحدد إذن بعد ذلك رح أستخدم المشرط وأحدد الشكل دائما قلنا اتجاه اليد يكون بالعكس التجاه المخالف للمشرط حتى أحمي نفسي لقدر الله لأنفرض المشرط بسرعة ونزلق في قص الورقة مثلا أو الكرتون ما أسعر رضي الإصابة دائما لاحظوا يدي تكون دائما في الاتجاه المعاكس المعاكس بعد ذلك نتقل للخطوة التالية رقص الشكل إذن ثم ممكن أستخدم عود أسنان أزيل الزوائد حتى يكون عندي جزءا غائر أبنائي وبناتي بطريقة هذه لاحظوا معي هنا الأجزاء كيف بدت تتضح معالم أنه أنا أحفر حتى تمكن من حفر الجزء كاملا طريقة هذه أنا أحاول أضغط عشان أحفر بالقرم بشكل سريع طريقة هذه بعدها أبنائي وبناتي ننتقل إلى مرحلات دهن بالرول هكذا تمكننا من حفرها بعد ذلك نحدد الشكل والخلفية بطريقة هذه نحدد ترى الشكل والخلفية في الرسمة اللي رح نستخدمها في الطباعة وهكذا انتهينا من إعداد قالب الطباعة المخصص والمستوحى من الطبيعة أبنائي وبناتي كما تشاهدون وصلت معكم إلى نهاية الدرس في درس القادم بإذن الله رح نتمكن من الطباعة معا أقوم على خير أبنائي وبناتي والسودعكم الله أبنائي وبناتو أبنائي وبناتو